اشتركوا في القناة انتخابات ديمقراطية كلمات سرية لأفئلة الشعوب الحالمة ومنها الشعب القطري الذي كان ينتظر وينتظر ولكنه أفطر على انتخابات ناقصة وعنصرية فمع فتح باب التصويت في الانتخابات القطرية ستتسع شهية المسؤولين في قطر للحديث تصريحات وأخبار حرية وديمقراطية نسب المشاركة وسيتناسون بالطبع نسب الأصوات المظلومة والأفواه المكممة التي تجاوزت ثلث الشعب القطري العديد من المحللين والخبراء حول العالم كانت لهم وجهات نظر مختلفة فقد صدر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية يبين أن الانتخابات في قطر لن يكون لها أي تغيير يذكر مبينا أن القيادة في قطر عملت على تقييد الانتخابات بأساليب واضحة وأبقت قيودا مهمة على النقاش السياسي وعلى النتائج أيضا وعن قبضة المسؤولين القطريين على إجراء الانتخابات ذكرت محللة شؤون الخليج ومجموعة أوراسيا في حديثها لوكالة بلومبرغ أن السلطات القطرية تتطلع إلى الإبقاء على قبضتها على العملية الانتخابية وعلى المترشحين وعلى النتائج الترويج لقطر على أنها الدولة المثالية لم يعد ذاك الحديث الشيق الذي يشد انتباه الجماهير ليس هو موضع الاهتمام بل على العكس موضع الانتقاص والانتقاد لما يدور خلف كواليس الانتخابات وما يحدث من انتهاكات لحقوق المواطنين بشكل فض يلوث اسم الانتخابات والديمقراطيات حول العالم حرمان وتهميش للقبائل القطرية وعنصرية مقيتة تحرم قطاعا عريضا من الشارع القطري من ممارسة حقه الدستوري الإصرار على إجراء الانتخابات في هذا التوقيت بعد وعود زائفة لسنوات عجاف طويلة ليس موعدا عبثيا بل موعد التقاء شبكة التآمر القطري على العالم وشبكة التآمر القطري على الداخل القطري يكذب النظام على العالم بكأس العالم القائم على دماء العمالة البريئة ويكذب على نفسه ومجتمعه بإجراء الانتخابات بقوانين جائرة تحرم الشعب من حقوقه وكل ذلك أمام مرأة ومسمع المسؤولين في قطر ترجمة نانسي قنقر